حل كل من الكاتب الأول الالتحاد للشراكي للقوات الشعبية يدريس الاشقر والأمين العاني الحزب العمالي عبد الكريم بناتيق وإحمد العراقي نائب الأمين العاني الحزب للشراكي بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع القوى المحافظة ومستقبل ليصار الديمقراطي في المغرب على ضوء قرار الاندماج من الأحزاب الثلاثة والذي قلنا عنه الأسبوع الماضي نحن نسعى لوحدة الحركة الاتحادية وسعينا من أجل جبهة اجتماعية تقدمية ونسعى كذلك إلى جبهة يسارية لكن تأكدوا أننا لن نسعى وراء هذه الإطارات من أجل مقاومة لا زيد ولا عمر ولا من أجل مناهضة هذه الجهة أو تلك سنسعى من أجل أن نتوحد وسنسعى من أجل أن نعيد لليسار وهجه للقيام بدورنا التاريخي في هذا البلد قرار الاندماج بين الاتحاد الشراكي والحزب العمالي والحزب الشراكي وتبرى حسب قادة هذه الأحزاب خيار لعادة بناء وحدة اليسار بالمغرب كما أنه يفرض أدى التحديات في الضرفية الراهنة عمرنا كنا في قطيعة مع الاتحاد الشراكي بدليل سنعطيكم 2009 كنا استدعينا قيادة الاتحاد المجلس الوطني دينا أنا ذاك في بوزنقة وقدمنا وطيقة واللي خرجتها جاردة الاتحاد الشراكي أنا ذاك كاملة واللي حضر أنا ذاك كان بعوتي للمكتب السياسي للاتحاد 2009 حضر الأخ دريس الشقر وحضر حميد جمهري وناقشنا مطوالا بشكل أخوي سادين علينا كل تفاصيل وعمق الخلاف فإذا نقاش بدأ بشكل تدريجي ربما الضرف ما كانش ناتجا الآن بعد المؤتمر الأخير دي الاتحاد التقطنا إشارة سياسية فضل اللحظة وعندما أعلن الكاتب الأول في لقاء إحدى لقاء التنظيم يتشارب الاتحادية قال التحاد خيمة التسع لجميع وجه نداء بالإسم الأخ بوزوبع الأخ بن عطيق الأخ بن عمر الأخ العزيز وآخرون هذا الاتحاد يتسع لنا جميعا اعتبرناها أولا رسالة اعتبرناها مسؤولية لنا ومذكرنا وإحنا كان نقشوا بعضياتنا قلنا ممكنش نتجاوبوش مع هذه اللحظة تاريخية الأساسية ولا تجاوبنا معها غنجوا مع بعقلية إيجابية دي المسؤولين أود أن أذكر بهوية الحزب الاشتراكي الذي ينتمي للحركة الاتحادية والذي مر من مرحلة نقاش حول أساليب رفع التحديات المطروحة واليوم جاءت المبادرة التي تؤول وعلى حق كل واحد التأويلات متعددة ومتنوعة وأحيانا متنافية المقصود من المبادرة في التقافة دي الحركة الاتحادية هو دائما رفع التحديات المطروحة ويذكر أنه تم يوم الأربعاء الماضي في ندوة صحفية الإعلان عن مصاري اندماجي بين حزب الاتحاد للشراكي للقوة الشعبية والحزب العمالي والحزب للشراكي بعد مفاوضات موسعة جمعت بين زعماء هذه الأحزاب تفتحوا معنا هذه الأحزاب